بسم الله الرحمن الرحيم حضراتكم أستاذ ياسر محمد دجنيب المدرسة الشريف الخاصة لغات في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الأوسمة المنصة هنا بتتوحلك نوع آخر من التأدير اللي انت تقدر تقدمه للطالب غير الدرجات وهو ما يعرف بي الأوسمة أنا دلوقتي فيه عندي طالب تميز فهدخل على الفصول بتاعتي وهحوز بأني أدخل على صفحة الطالب ده فهدخل على الأعضاء وبعد كده في الطلاب هفتح صفحة الطالب اللي تميز عندي طيب أنا عندي دلوقتي الطالب اللي اسمه فلان هو طالب عندي في أحد الفصول عايز أمنحه وسام فهقدر بأني أقول منح وسام الأوسمة هنا بتنقسم إلى قسمين أوسمة مخترحة لك من المنصة وتقدر بأنك ت zwar بأني تنتظرها للطالب وتمنحها للطالب وأوسمة انت تقدر تضيفها بالنسبة للأوسامة اللي المنصة بتطح حالك تقدر بأنك تختار الوسام اللي انت عايزه بعد كده تقوله امنح الطالب وسام فهيظهر الوسام ده عند المدرس بأن الوسام ده تم منحه من قبل المدرس ياسر محمد دجيب في التاريخ كذا تقدر بأنك تسحب الوسام ده في حالة تراجع مستوى الطالب مثلا لو انت مثلا اديت طالب وسام بأنه تميز في مجال الأخلاق وبعد كده صدر منه تصرف لا يليق بأنه يحصل على الوسام ده فتقدر بأنك تعمله سحب الوسام ده فتقدر بأن الطالب ده يتشالبن عنده الوسام طيب أنا دلوقتي عايز أضيف وسام من الأوسامة اللي عندي اقدر بأني أقوله امنح وسام وبعد كده أعجي أقوله ضيف وسام جديد هاجي هنا وحدد ايه هو الوسام اللي أنا عايزه انتبه لأن الوسام له إطار دائري وبالتالي ما تجيبش أي أوسمة مصممة بشكل مستطيل وبعد كده تفسد لما أنت تيجي تحطها هنا فأنا هاجي هقوله تحميل الصورة وهعدد له المسار اللي أنا عايزه وهعدد له الصورة بتاعتي فهيبدأ بأنه يحملها لي ويوريني الصورة اللي موجودة بعد ما حطيت الوسام وحملت الوسام هبدأ بأني أسمي الوسام ده فمثلا هقول قارق متميز أنا هنا مثلا سميت وصف الوسام بقارق مطلع بعد كده أدي إضافة وسام وأقدر بأني أمنح الوسام مرة واحدة فأنا هنا اللي بأضيف الوسام بيظهر الوسام هنا عندي في الأوسام اللي أنا مختارها كمدرس طيب أقدر بأني أختار الوسام اللي أنا عايزه وبعد كده أقول له امنح الوسام ده للطالب فبيظهر بأن الطالب ده تم منحه وسام وبأن الوسام ده عبارة عن تقديرا لعمل وكذا علشان ما يبقاش الوسام مجرد عمل تم منحه للطالب وهو مش عارف هو تكافئ على إيه طبعا أنت كمدرس بتقدر بأنك تمنح الطالب أكتر من وسام وما فيش قاعدة للحتة دي ولكن أنصح دايما بأنك تقنن حتة الأوسام علشان يكون معروف للطالب إمتى بيحصل على الأوسام ولكن أنصح دايما حضراتكم بأنه ما يمنحش عدد كبير من الأوسام على فترات قصيرة ويتكون الأوسام على فترات متبعدة شوية على سبيل المثال وسام في الأسبوع أو وسام في الأسبوعين أو وسام واحد في الشهر علشان توفر نوع من الدافعية عند الطلاب طيب أنا دلوقتي بعد ما خلصت وشوفنا إزاي نمنح الأوسامة وإزاي نسحب الأوسامة علشان توفر مجموعة من الأوسامة لازم يكون عندك هنا مكتبة خاصة بيك من الأوسامة على سبيل المثال أنا هنا مجهز مجموعة من الأوسامة الخاصة بي أقدر بأني أستفيد من الصور ديت كأوسامة فمختار الصور اللي ممكن تظهر بشكل رائع في الأوسامة بقدر بأني أستخدم كل الأوسامة ديت أو الصور ديت في الأوسامة كتأدير للطالب وتمنح للطالب بشكل جيد طيب الأوسامة ديت تقدر بأنك تحررها عن طريق برنامج الرسام أو تقدر تحررها عن طريق أي برنامج وتكتب عليها العبارة اللي أنت عايزها أو أنك تختار حاجة مكتوب عليها ما يدل على الهدف من الوسام زي مثلا هنا العقل المبدع تقدر بقى انك تختار حاجة مكتوب عليها جاهز زي الوسام بتاع فاعل خير او الوسام بتاع مبادر وتقدر بقى انك تختار اي وسام فاضي وتبدأ انك تحرره عن طريق برنامج الرسام او عن طريق اي برنامج اخر انت عايز تستخدمه وتكتب عليه العبارة اللي انت عايز تعملها بكده نكون شرحنا كل ما يتعلق بالاوسمة بنشكر حضراتكم و نتمنى لجميع كل التوفيق و نتمنى تشارفونا و بشترككم في القناة